اشتركوا في القناة 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 اغلبها اللي راح يشوفوها الشباب انا عندي مراجعين وعندي اريد اكملها وعند اشتغلها حشوة اللي هي الكوست والتها مو ذاك الكوست اللي ممكن اسوي اكثر من جلسة لكن بديب مارجن احنا مرات نقضي ساعة او اكثر حتى انه بس اصعد المارجن هاي المليين مارجن انه اصعده حتى بعدين ابدأ بالفيلنج في ذلك انا اصعد المارجن لكون انا هلكت المراجع هلك فرح تجي عندي مشكلة ثانية اللي هي الكونتاكت لازم اضبطها فاني ابطار اخلي تي اف وحول المراجع الى شنو الى جلسة ثانية لذلك قبل ما نبدي هو شنو والديب مارجن اللي احنا كلش مخبوصين بي ونسمع بيه هواية قبل ما يبدي بالمحاضرة مالتي هاي المحاضرة موجودة نصا اللي ما موجود بيها من معلومات اكو ارتكولز ممكن ان شاء الله ادزلكم ايها تنزلو باسكال ماغني والثاني وايضا احب انوه انو دكتور عبدالرحمن احمد توفيق هو المنترز مالتي هواية معلومات فادني بيها هواية شغلات موجودة بالمحاضرة هي الفضل يرجع الله سبحانه وتعالى ثم الى بيها دكتور عبدالرحمن يعني لا يعلق عليه بديب مارجن دا شوف له تمرت وثي ممكن ناشر ستة لاف صورة يعني ستة لاف صورة يعني فعلا احنا اذا نقول المرجع عمالت يعني انا بالنسبة عن نفسي المرجع عمالتي هو دكتور عبدالرحمن احمد توفيق الله ينطي صحة والعافية وان شاء الله حيكون موجودة وممكن نتواجه ديانا في اليوم لايف بالقروف ان شاء الله طيب وشنو الديب مارجن هو بروسيجر انو انا اقدر اوصل بي للسب جنجيول كافيتي مارجن يعني عندي مارجن هو سب جنجيول انا اريد اوصل له حتى انو احوله فروم سب جنجيول وشنو اما ايكو جنجيول او سوبر جنجيول ليش احوله هي على مد انو انا اقدر اسوي لها ايزوليشن على مد اقدر اخلي البالد مالتي صح على مد اقدر اشتغل واني مرتاح واضافة يعني الى هواية تسميات يسمون ديب مارجن اليفيجن ديب مارجن اكستنشن اكويسيشن ديب مارجن ريليوكيشن كل هالتسميات تقريبا تؤدي النفس المعنى باختلاف البروسيجر المانيجينج ما تديب مارجن هو يعني هو تشالنج الطبيب الاسنان مثل ما قلنا والسبب انو انا عندي تكنيكل تشالنج او تكنيكل ديفيكلتيز اللي هي انو انا من البداية صعب كلش اسوي ايزوليشن لما عندي ديب مارجن وكلنا واللي دي شاهدونا كلنا بحقولك ايه والله صح الايزوليشن والرباردام كلش صعب لذلك انا مرات ابطار ابدي الخطوة الاولى بدون ايزوليشن وهذا في الشي طبعا مصحيح الشغلة الثانية اللي هي بالتكنيكل انو انا لازم ألقى ماتريكس يعني سيستم ما الماتريكس يكون انو انا اقدر انو اسوي بي ارفع بي المارجن ولازم هذا الماتريكس او غير ماتريكس لازم اسوي بي الكونتاك لانو عادة بالديب مارجن ما رح اقدر اسوي الشغلتين سوية لازم كل شغلة اسويها بواحد طبعا البوندينج اكيد صعوبة لانو ديب مارجن ولكيجلي البلد والسلايفا وغيرها اذا عالي داشتغل اندايركت الامبرشن والفينيشن والبولشن والاكسي السيمنت وما احشي لك المشاكل اللي يصير المشاكل الثانية او التشلنج الثاني اللي كالطبيب اسلاني اللي هو نسميها بايولوجيكال تشلنج واني صرت قريب على البون وانو انا اريد اكمل وانو انا ما اريد افتح افلاب وانو البيشنط ما يقبل هذا الشي لذلك رح اصد لي مرحلة يسموها انفاجين للبيولوجيكال ويت وهذا الانفاجين للبيولوجيكال ويت ما رح عاني اتوقع ان الفينيك مالتي رح تكون بطريقة صحيحة او رح تستمر لفترة طويلة بدون مشاكل رح يجيك المراجع عند الاتحاب باللثة اللثة مالتي مورمة مدى اقدر انظف وانحنا عادت هشون قول للمراجع انت ما تستخدم الخيط مال اسلان انت ما تفرس هذا منت حير ماكو اي مشكلات قولت تستخدم خيط اسلان قولك لا وطيب دكتور مو دا استخدم خيط اسلان وانقطع عندي ديب مارجن وعندي اوفرهانج استخدم دكتور مو استخدم الخيط وانقطع لك خيط الاسلان غلط لا تستخدم خيط الاسلان اكبر غلط خيط الاسلان لا وضع احنا ما نلزم بالخيط لعبت ايه احنا دائما عندنا عذر لكل شي ودائما اكو شخص لازم نشمر اللوم براسه وعادة هو المراجع او ممكن او ممكن انو الحشوة ما ما تتقالى ميسن مالته ممتوال مو يلث فهاي او مالقام لازم ابدلها بكمبوزيت والكمبوزيت لازم اسوي لها كراون وهي نفس المشكلة انو انا المشكلة الرئيسية يعني اكو فد مشكلة ما جاي يقدر يشخصها يعني دكتور بشار اكو كيسات انا شفتهم مشتغلها فلنك اتباع عليهم من بره كشي معكم مندي جي تاخد اكس راي بين الجنجيف المارجن مالتك السيت والفلنك اكو فدقاب تقريبا فد 5 مليم 4 مليم صح بالذلك الابتور لطيفة اي دائما اقول من اشوف الفلنك يعني منشورة كلش حلو اقولهم دائما اتمنى اللي يشتغلي كلاستو وديب انا اتمنى ما اشوف الفلنك من فوق لانه هوا يبدأ يشتغلون اتمنى ياخدلي مثلا بايتوينج او ياخدلي حتى بريرال بريرال بضغط بريرال بريرال بس يخلي بريرال وشوفني المارجن المالتي ما عندي يعني open contact عفو ما عندي open margin ما عندي مارجن مدفوع للداخل ما عندي هذا العتبة هيش اللي صايرة بالبروكزيما الوال او ما عندي overhang لذلك لما اجي اشتغل عدي مارجن انا مطلوب من عندي ثلاث شغلات فانهي بالفلنج كلها انا مطلوب من عندي انه انا انا سوي preservation للدنتل structure والبريرال تشي نظلم صح واحتاج انه اسوي ceiling للكافيتي مارجن حتى ليصن عندي secondary carries ولا تجيني الفلنج ولا فترة بيها تسوس ونبدل باللوم براس البيش واحتاج انه انا احصل على proper contact وهذا فالشي كل الشالنج طبعا هاي ثلاث نقاط هي كل الشالنج يعني هما ذول اهم ثلاث نقاط لازم تتابع عليهم بالفلنج صح ومارجن كل مهمات يعني وحدة ما تقدر تستغني عنها بالثانية واذا نجمع هم ذول دكتور لطيف ممكن اهميتهم تكون خلي نقول يعني ما خلي نقول 90 بعشرة جدا مهم هي هاي فاكشنال لان انت روح الفلنج مالتك هنا التذار سيل مالتك مستقبل كونتاكت مو صحيحة التفود انفاكشن انفاكشن عنده مشاكل بالجنجيفة وانصر عنده ريكارين كيريز وبرايميري كيريز لالجيس انت اذا فد نوبل يعني صح لذلك هاي المحاضرة على عجالة انه رح رح احاول انه احتي على الكلينيكل سيناريو موجودة بالاسنان اللي احنا نشتغلها يومية واللي احنا مشخصيها على انه هي ديب سيرفايكل مارجن واللي ممكن تكون دايركت او اندايركت وشون اسوي منيجين لها عن طريق ديب مارجن او الكراو لانكثني قبل منطب بالسيناريو اردقول انه احنا ديب مارجن ايفيجن شون نسوي انا عندي سيناريو مثل ما قلنا او انا عندي بالعموم انجن انا عندي تو ابروش اللي هو المارجن اكستنشن او المارجن ايفيجن ولما تكون الهيالثي تو ثريمننت اللي موجودة بالسلكس او موجودة بال ابيثيليم يعني قريبة بعد جنكشن بس ما واصلة لل وراح نحكي عن هذا الموضوع او لما كانت المارجن مالتي وصلت لل وصلت لل فبهيجي حالة راح اقول راون لنق دي دكتور لطيف احنا مشكلتنا وين صارت صارت انه انا ابو بريو واكو ثاني ابو رستوراتف ابو بريو يقول لازم عندك 3 مليمتر موجودة بين المارجن مات الريستوريشن وبين البون لازم هذا عمره ما راح يصير ما يصير واذا اردى اصويها لازم كل الفيلنج مالتي 90% من الفيلنج مالتي ممكن الان بعياتي ما عنه في البقية لازم افتح حفلات ويجيك بالمقابل يجيك بالمقابل واحد يقول لك انه تدخل بالبون والدخل البون ويقول لك البون راح يصير بريمودل هو يصير بريمودل يا بصاح بس الريمودل راح يصير راح اتوقع راح يصير هوريزانتل بون لوس شون راح يصير ما راح ادري لذلك لن نكون متعصبين جدا مثل جماعة البرو يقول لك لازم 20 مليم ولن كون متساهلين جدا مثل جماعة الكل مسهلين الامر انه خلاص الرستوراتف على البون فأني عندي مارجين اكستنشن وعندي كراون لن ثني لذلك دسمه داخل لدكتور يعني هو راح يضمن السيل يكون مضبوط راح حتى اذا صار عدة اوبرهانج شون راح يقدر يميز هاي اكو او لا دكتور اوبرهانج 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 وللبون لا تقول لي شلون المناعة حلها هو يجي بالبير يشيل البون ويشيل الاكسزم ويضمن لك بس هو يعني مستحيل فحتى نطب شوية ديتيلز هناك قلنا عدنا مارجين إليفاجن وعدنا كراون لن لن شوية ديتيلز قال لك ياباني عندي فشي اسمه soft رتراكشن انه اني عن طريق الربردام عن طريق الكورد عن طريق التفلون عن طريق الكلام اسمه رتراكشن للsoft tissue او اني عندي soft tissue ablation انه اني عن طريق استخدم الblade diode laser thermocat شنو ما استخدم اقصها للثة احنا مثل ما قلنا العائق مالتي وين راح يكون soft tissue راح تمنعني انه اقعد الباند soft tissue تمنعني اقعد الربردام تمنعني اقعد الوج مالتي soft tissue راح ترفع لي الوج ما راح يقعد لذلك انا احتاج انه اتخلص من هذا العائق اللي هو soft tissue وانه الباند مالتي راح يقعد والوج مالتي راح يقعد براحته وقدر احصل على contact او ممكن يكون عندي soft tissue وبون ablation اللي هو crown lengthening او ممكن يكون عندي اصلا فالشي اسمو dental tissue elevation عن طريق ortho او surgical extrusion انو انا اسوي fast ortho extrusion او slow ortho extrusion او surgical extrusion رغم تحفظي على surgical extrusion وين deep margin elevation لما يكون عندي direct restoration والdirect restoration المشكلة الرئيسية مالتي انو ceiling و contact رحس عندي مشكلتين بال indirect restoration ممكن ال contact تكون حالها اسحل ما بالضبط لازم احصل على ceiling واخذ impression صح واسوي adhesive building لل core التي بنيت اسوي finishing and polishing والcontact رحيحلي ايها ابو المختبر فاني خلصت مشكلة المشكلة خليك تنسهل الموضوع الموضوع متقسم عن طريق 3 scenario تقريبا هي ممكن اكثر وممكن اقل بس هاي 3 scenario رح تختصر لي كل deep margin سواء كان class 2 أو class 5 واللي هي ممكن تكون السيناريو الاول رح يكون easy simple اللي هو cervical margin اللي هو not reach the gingival margin أصلا اللي هو supra gingival خلي نقول عليه تمام واضح وعندي الثاني اللي هو cervical margin اللي هو موجود داخل السلكس بس بعد وين قريب على junctional epithelium ما وصلت للconnective tissue ما وصلت لل bone والثالث اللي هو cervical margin اللي هو موجود بالconnective tissue أو قريب من bone فهذا كلش difficult لأنه راح يصير عندي biological width invasion هاي الثلاث سيناريو دكتور لطيف راح نجي نحكي عليها واحد واحد grade one اللي هو cervical margin اللي هو بعد ما وصل أصلا لل gingival margin اللي هو supra gingival وهذا الموضوع أصور كل سهل كنا نفرح خليت الrober دم جاس مال هاي كيسات اش قد نسبتها والله يمي قليلة صراحة وكل مكان قليلة يعني وكل مكان كيسات كلش قليلة يعني ممكن patient ortho ممكن patient انت ده سوي لروتين وعرفت انه عندك class 2 عن طريق x-ray او شفت shadow مات الدكاي يعني فراح يكون انه supra gingival واذا اكو او او قريب يم غير كلش تحبه اللي هو 90% او 95% من patient اللي هما كلش destructive ودائما انت تحتاج gingivictor هذا يعني اللي جاي تابعونا ترى هاي الكيسات انت شوفوها يجوز 1% او 2% بالزايد 5% من الثالي فهذه الكيس اللي هي انه الrober دم لما نخليها راح تدفع لي الصوف تشو اللي هو العائق مالتي تمام وراح تشوفني المارجن هيات ذاك هو المارجن وادج انا شنو براح تيقعد الوج وادج وشايف هاي الديمو اللي طلع عنا باليوتيوب البيولوجي البيولوجي او رس بكتب فاني هنا خلي نرجع بس حتى لات نشتت انا عندي دي مارجن او عندي كلاس 2 المارجن ما تقسمنا الى 3 سيناريو السيناريو الاول انه هو يكون سوبر جنج بيولوجي وات اكيد رس بكتب فاني راح احتي على technical وحتي على biolوجي هنا اني عندي اسلحة ويا كل سيناريو عندي اسلحة الاسلحة مالتي هنا تكون انه heavy gage rubber dam medium gage rubber dam عندي الـ pre waging وهذا طبعا من اهم الاسلحة عندي الكلام مالتي عندي شوية تيفلون عندي الكورد وراح تحلي المشكلة وممكن اصلا ما حتاج التيفلون والكورد التراكشن كورد ما راح حتاج الـ pre waging دكتور هي حركة بسيطة بس هواي فواعدة تحفظ السن لجيس انت تضرب وشي تحافظ على الجنج في مالت تنزلك اياها هواي بيها فواعد دكتور هي يعني الـ pre-waging من نحج احنا اوشي هي قبل ما ابدأ اشتغل كل شي حتى اذا انا متأكد من عنده انه سوبرا جنج انا اجيب الوج يفضل يكون الخشب مو البلاستيك الخشب بيميزة انه يكون فلات من جوه فرح سيسوي اوشي رح يدفع لي الـ soft tissue والربار دم رح يدفع ابي كالي فاني حميت الـ soft tissue وحميت الربار دم الشغلة الثانية انه هذا الوج الخشب رح يبتصل الـ السلايف فشوية رح يصير بي اكسبانشن فرح يفتح لي الكونتاكت فرح اضمن بعدين رح يصير عندي بوزيتف كونتاكت لما ترجع صح الوجه الامور تطلع شنو حيات فالpre-وجه هو اول واحد بكل الكيس نصيحة للجميع كل الكيس قبل ما ابدي الـ class 2 اسوي pre-وجه وجه خشب على كل شرخيص واسوي الـ pre-وجه خلي نشوف هاي الكيس مثلا من تيجي عليها بال X-ray هي واضحة انه الفلنق بعيدة عن البون class 2 بclass 2 اوكي انا افتحت نظفت هي الربر ده مش سوى لي طلع لي كل ها فتبقى البقية كلكم انتو احسن من عندي بيها اللي هي ابني proximal wall اوكي بدلت الوجه anatomical وجه او plastic وجه وكملت الفلنق multi ال before after endo انا تأكدت بال X-ray اللي هي proximal او سموها parallel X-ray bite wing ما عندي overhang ما عندي open margin فبيتش حالة الامور سهلة شوف كيس ثانية فتحت عن طريق الrober دم هي المargin موجود الخطوات مالت يعني ما راح اشرحها لانو انا اتعلمها من عدكم فلنق يعني خطوات عادية isolation على bond على كذا النقط شاب هنا ما شاء الله حاضر المشهد يعني لو عدك مشكلة بال دائما السوف تشو تجيك مو عدلة لو عدك مشكلة بال cavity مالتك تصير بها يعني مو اقصد اقصد بشكل عام بشكل عام المargin مالتك تجي negative فغاي هم شو رطينا جديدة عدنا ايو والله صحي فكيس اللخ نفسي شي هو التوث destructive لكن المargin العادي الوجين هنا باند ان باند اذا نشوف الصورة الاولى جو اكدت السيلنج عندي فاني بيتي حالة محترم البيولوجي كالوط بيتي حالة نسوي سيلنج صح بنيت طيب دكتور هاي الكيسات كلها indicated for indirect restoration ليش مشتغلها direct وهو اسباب مريد نطب بها مو 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 البيش السفر الكوست هاي الكيس indirect هاي الكيس indirect انا شريت كل شي كملت نظفت بديت endocrown سويت sealing immediate dentin sealer وال indirect restoration هاي كلها احنا بعدنا بالسيناريو الاول والسيناريو الاول اصوره حلو وواضح وما باي مشاكل خطوات مال filling عادية اللي احتاجه انه انا امشي بالخطوات الصحيحة اللي grade تو يا دكتور لطيف يا شباب انه ان موجود بالسلكس قريب على وحتى بس نعرف بالشغلة انا عندي متكون من متكون من وحسب قار قل له 1961 ضاف له السلكس لما انا بعدني بال ورح نحكي بالنهاية ليش يعني هسا ممكن يطب لي واحد ابو بيريو يقول انت طبيت انت سويت انفيجين للبيولوجيك الويت لان انت اهل بيريو صدعت روسنا البيولوجيك الويت انت انت من المقدسات مقدسات يحب يكمل المحاضرة للنهاية بهاي الحالة اني الربر دم بوحد ها اشقد ما احاول اسوي انفيرجين اسوي ما عرف شنو اجي بفلوس رح يبقى عندي اوزين يبقى عندي لكيج بالبلد وبالتشيو لذلك راح اضطر البيولوجيك راح اضطر انه اغير الاسلح حمالتي هنا والاسلح حمالتي هنا راح تكون اما soft tissue retraction عن طريق استخدم الوج استخدم special band استخدم modification بالband ورح نحتي ها كلها استخدم special clamps استخدم teflon استخدم retraction cord او ممكن يكون السلاح الثاني مالتي soft tissue ablation اللي هو هذا soft tissue اللي هو واقف حجر عثرة طريقي وماذا يخلي الوج يقعد بصورة صحيحة وماذا يخلي الباند مالتي يقعد بصورة صحيحة اشيلة عن طريق شنو عن طريق ليزر عن طريق thermocut بير عن طريق blade اللي راح يشوفون الكيسات اللي نزلتها اليوم كلها عن طريق thermocut لسبب السبب الاول يبقى دكتور بشار كل شكرة thermocut انت لطيف طلعت علي الاشاعة دكتور بشار كل شكرة thermocut يعني thermocut عندي مقدس من ضمن الشغلات اللي وجودة اتواجئت انه انت عندك thermocut وتستخدم باو عندي عندي ليزر من ثلاث شركات اوكي عدنا بالمركز واحد اثنين ثلاث اربعة عدنا تقريبا ستة او سبع اجهزة ليزر موجودة بالمركز بس انا راح احكري اليوم عثير ما كانت لسبب انه موجود على التري صح وانه موجود عند الكل والليزر مو يقدر يستخدم اضافة الى انه اسهل خلي نشوف هاي الكيس ممكن انه هاي الكيس ما استخدم الصغير ابليجن فقط رتراكشن الكلام مالتي اختارت الكلام صح هو دفع الصغير بدون ما اقصها كان بها انا ابدأ حافظ على الكيراتي نايز جنجيف ونشوف المارجن مالتي كل واضح هنا وكملت الفلنج الخطوات البقية المريض لطب التفاصيل مالتها هنا مثلا خليت الكلام بالبداية خليت التفلون ودفعت الصغير خليت الربر دم وجبت البي فور الكلام مالتي صار عندي المارجن يستخدم الربر دم واللي يقول ما اقدر معناها ما يريدي خلي لفت 10 دقائق او 5 دقائق انه يقعد الكلام بصورة صحيح لهم كل حوال الكلام راح يقعد البي ينتظر ينتظر يعني البي ممكن يعترض على الوقت بس راح يسكت ويطلع ضايج بس لما يصن عنده مشكلة راح إنت اللي ما قلت لي الفلنج مالتك بدل ما تكلف X حتكلف X plus 1 انت قل لي من البداية بس الثاني عندي مشكلة بس لهم من البداية قايل لي انت تحتاج كراون لنكثنين وإذا ما سوينا فبعدين راح سعدك مشكلة باللثة وراح اضطر عيد لك الفلنج وسوي لك كراون وانت بكيفك بذلك الوقت لا بذلك الوقت هو راح يسوي ها التصارح يعني بين قوسي انت حشيل المشكلة اللي هو عنده يعني هو عدة فلان نقطة قل لي انت عندك فلان نقطة وفلان نقطة وفلان نقطة وهذا الوقت وهذا كوست مالت يعني انت هم تضمن تاخذ الكوست وهم تشتغل صحيح نقطة يخريجي 2004 يعني كم سنة صار لي 16 17 سنة طبيب السنان البشي دائما من يجي عنده مشكلة ما رح يقول لك دكتور انت ما قلت لي يعني باوع انت يحتاج لك ortho وبس يعني ترى الortho يطول سنتين وكذا خلا يسوي لك كراونات من يجي بعدين يتقول لاني مو قلت لك لا دكتور انت ما قلت لي انت محجيت لي بس دائما نقول لك الpatients refuse I refuse انت عندك خطة علاج صح واللي تابعون ممكن اغلبهم شباب فأقل لي ابدي حياتك صح اذا الpatients يرفض خطة علاج الصحيحة الصحيحة واللي ما لها بدائل وممكن اتعوض عنها فأني ارفض العلاج لانه بيش كيس بيش سيناريو ما راح اقدر انه حصل وحصل الكنتاكت بنفس الوقت هاي مشكلة يعني ما راح اقدر احصل الشغلتين سوية لذلك يعني مو one step راح ابدي خطوة one step ما راح ابدي فالشي يسمو two step خلنشوف هاي الكيس هاي الكيس مالتي يعني يعني انا مشتغل هالكيس كلش حلو شوف ليها اكلوز لشون تخبل بالله يعني ما تخبل تخبل بس يعني اوكي ما خلي تقول مطبولة شوية شجعوني حتى استمر بال رستوريش يعني 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 مو مثل الشباب نحن اتجي بالفيديو كلش عمل ايه بضبط فاكلوز لكلش حلو واني ماشي بالخطوات و و مارجن ومعرف شنو وج و مستخدم رنج سعر كذا مئة دولار لكن باوحة بروكزيمالي شان صارت سوري باوحة بروكزيمالي الكونتاكت ما كان مو صحيح طالعت صح صاعدة وبعدين صاعدة هيتي كل المشاكل بعد بعد النوب ذلني بعد لا لا حشارك دكتور شوف مشكلتنا الكونتاكت مو صح ليش لاني حاولت انه خلص بخطوة ويطلع فهنا مو صح لذلك راح اضطر بهاي الكيس كل هالي شوفوها فوق راح اضطر استخدم او اتبع فشي سمو تو step approach اللي هو اول اصاعد ديب margin elevation اصاعد المارجن ماتي اوكي وبعدين انه اكمل الrestoration multi والконتاكت وهذا راح يصير عندي بيها strategy هواية يسمو progressive widging يعني استخدم وج بعدين نرجع استخدم وج ثاني او يسمو delay widging اصلا اصلا ما استخدم وج اخلي البند وعزل التفلون واخلي البند multi adaptation بالتفلون ما استخدم وج من البداية ارفع المارجن بعدين استخدم الوج او يسمو وراح استخدم غير matrix ثاني تختري perverture multi حتى احصل بالcontact او انه من البداية ما استخدم matrix من البداية اصاعد المارجن بغير matrix بعدين استخدم matrix راح نحكيها وحدة وحدة تمام هنا دكتور لطيف لو ما شي سريع اوكي الامور فلة اوكي اي طبعا مدى اخرى تعليقات فأنت يمك اي انشاء الله لكل على نهاية اللايف احنا اليوم من الصبح انشاء الله دكتور موضوع كل الشيق باوع انا قلت لهم بالبيت اليوم بايت بالمركز والله في اللي هتاخذ فترة كلش طويلة حتى ترجع pre-wedging ممكن يساعدني انه يدفع للجنجiva multi الباند عفوا مو الباند الكلام والرابر دموية اللي pre-wedging ممكن يساعدني فأنا هنا ده شوف هذا بدون cutting بدون ablation للsoft tissue هنا سوينا في شي يسمو delay wedging progressive matricing وسويت modify super matric سويت modification بالmatric وهس رح نحشي عليها بالتفصيل رح نشوف انه ما استخدمت وج استخدمت الماتريكس ما تبي البداية خصوصا بالdistal وخليت تفلون سويت adaptation للماتريكس ما عندي open هنا margin وصعدت المارج ما لدي صعدت مليم واحد بس just one مليم بعدين ارفع تفلون وارفع الماتريكس وارفع كل شي حيات حلوى سويت انظف كل شي هسا شنو صارت عندي scenario one super gingival صح صح ما عندي مشكلة يحتاج اكمل بقية الخطوات خطوات عادية ما فلن لكن من يقول لي هايش قد طولت بيها قل لكم طولت بيها ساعة نص ساعة 45 دقيقة حتى صعدت هذا المليم اللي الله ياخذ ان شاء الله خوش هذا اللي هو يشيبنا حتى نصعد صار عندي super gingival margin sand blasting endo نظف الكافتي كمل الفلن مالتك عادية باند ان باند لانه من عندي فري سد عندي ما عندي كونتاكت ما عندي adjacent كمت الفلن مالتك افتر وهاي الصورة اللي اريدها عني مثل X-ray اللي نشوف ان الباند مالتي مو هو open ولا هو over ال اندو والبقية ان شاء الله تيمكن الفلن مالتي مالتي مقبولة خلن نشوف الbefore والafter بداية انتهينا ما يهمني الفلن مقد ما يهمني انه محترم الperio ما قصيت الجنجبة صعدت المارجن ما عندي open مارجن ما عندي الفلوس مالتي يدخل براحته ما راح يصير بي عتب النص وينقطع ولا يشرشب والامور كل هالحياة حلوة طيب احنا حكينا وقلنا اكو delay ووجين و اكو modify matrix ليش اسوي delay بال ووجين ليش بالبداية هنا في هاي الكيس ما خليت ووجين من البداية السببب بسيط خلن نشوف هاي الكيس اللي هي دي مارجن والسوف تشيو هو اعلى من المارجن مالتي صح واضح دكتور لطيف واضح فلما خليت الوجي راح يصير السوف تشيو بالضبوط اللي هو صارت المشكلة اللي صارت عندي بالكيس شوف تلكم لذلك شنو راح اططر يسوي هنا اما اقصها للسوف تشيو خليت المارجن الوج مالتي راح يقعد صح ما راح يسوي ديفورميشن عشتي دك هاي مصطلح الجديد بالنسبة لي ديفورميشن او انو شنو اسوي اسوي الديلي وجين هل تتوقع التفلون هنا راح يسوي ديفورميشن مثل الوج لا اكيد لا صعدت الوان مليمتر وراها صاطحة حلوة فذلك الديلي وجين شوف هنا بالصورة شبيرة شصاير بالوج شم سوي لي بالباند بالماتريكس ديفورميشن صح وهذا ممكن يكون اوكي شغلة بسيطة بسرا فود امباكشن الجنجيفة البرودينتل اكو هاي مشاكل مو هي كونتاكت صح ما صارت عندي الامرجنس بروفايل ما التى كونتاكت مالتي صح طيب ليش اسوي يعني يعني دكتور هو من النقاط اللي يعني صراحة ممكن نقول المصريين بها كلش متقدمين علينا لان احنا حاليا الفوكس على الفينيش والفوليش والفوليش تكون واو بس اكو فالنقطة ممركزين عليها هوا يسا بجديد بدت يصور عليها فوكس البروفايل الكونتاكت الكونتاكت حتى من نقطة الكونتاكت مهمة يعني مو الكونتاكت صحيحة يعني اذا كانت ابيكا اللي فأنت هي ومشكلة نفس المشكلة صارت عندي اشتيدة بالضبط يعني اصلا الفلوس حتى يدخل smooth والكونتاكت smooth كلها ها يتأثر طيب حتينا ليش سوينا الديلي حتى ليصو عندي deformation بالباند ليش اسوي موديفكيش بالماتريكس لهذا السببب لما انا اجي استخدم الباند مالتي على طولة رح يصير عندي resistance point occlusally والادابتاشن مات الماتريكس مالتي cervical ما رح يكون صح دكتور سهل الامور الله يخليك استخدم وج استخدمت وج ش رح يصير هنا deformation لان وين صار ال contact يم المنطقة اللي واضحة بالدوائر الصفر شقد ما احاول اضب الماتريكس مالتي شقد ما احاول رح يصير هاي resistance point بينما اذا انا قصيت من جو الحدم للدائرة الصفرة ها طبعا هنا هي ش رح يصير عندي قعدت الوج هاي رح يصير عندي وش قد صار عندنا بالله انا صار عندي كل شي هواية وش اقول هم غلص تعال ورددت الشر اصوي لك follow up على مدد اصوي لك بوليشنج للفينيشنج واكتب حتى بري ضميري قدام رب العالمين اكتب note the feeling is open margin and I must replace it يعني ما نفكر اصوي replace بس نفكر اذا اجي البيشن تشتكي فعني والله كاتب note اذا راحت الغير طبيب يعني كاتب note ريح ضميرك ريح ضميري يعني كاتب بس فال انه ارجع اقص هاي اللحظة اللي دائما انت تفنش بها الكيس وكملت واذا تقول للبيشنج فيما لا يعني البيشنج بعد ساعة ونصفة حلقة وساعتين وتباو على الامور مسليمة والوضعية يعني انت تنصاب والله تصدمة قلبك يا سرايك شو سوي اول شغلة اول شغلة اندار على السستانت اقول انت شغلت اليوم كله موزين انت اليوم خطيئة 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 اذا شغل اللي سوي هنا سوي موديفكيشن لما نقصينا الريزيستانس بوينت اللي كانت اوكلوز اليوم الدائرة الصفرة راحت فلما اجي اضب للباند مالتي رح يصير بي ادابتيشن وراح اقدر انه ادخل مور ديب بالسلكس لانه انا بعدني بعيد عن البون احنا بالتفقين بعدنا بالسيناريو 2 فلذلك الباند ما رح يسوي لي دي فورميشن شنو الموديفكيشن اقول اذا اذا استخدم الارتكلز الاصلية كانت تحتي عن الموديفاي اللي هو الماتريكس العادي انه مثل ما ادخل بالصورة دكتور رطيف الاول هو الباند قبل الموديفكيشن الثاني اجي اخط بقلم الاسود واجي اقصة واقعد بالرتينر ماتي ورح احصل اذا نشوف هنا على المن كان هذا التوضيح رح احصل 1 مليم رح اصعد بالمارجن بعدين هذا الباند رح اشيل اشمره ورح اجي باند ثاني الكيرفيتش مات تختلف ورح اقعد الوج ورح اكمل الفلنق ماتي ممكن هسن استخدم السوبر مات بالسي ثاني واجي اقصة واجي اقعد وصار عندي 1 مليم صار عندي closed adaptation واجدر لما اسوي tightening للماتريكس رح يصير عندي adaptation على cervical margin ومو على occlusal part وطول الامور تمشي كلها تمام خلي نشوف هاي الكيس نسوي بها modification لوشن وهسن هاي الكيس deep margin ووافح هي deep margin بعدنا within the circus لنشوف البر واج هنا في التحية اجي اقعد الربر دم مالتي ما تقعد بس هنا اش سويت هنا من قاعد الوج مالتي الوج مالتي دفع لي الربر دم لكن اذا احاول اخلي البند هنا او الماتريكس شراح يصير عندي deformation صح طيب الماتريكس مالتي مسوي adaptation كلش حلو شوية تفلون شوية تفلون الامور تمام استخدم الوج مالتي نفسه انو شنو اسوي بي اصعد بي الone millimetres matil margin elevation فراح اسوي progressive wedging delay matricing مريد ادوخ نفسنا انو انا استخدم الوج يعني ما ادوخ نفسنا بالمسميات الوج مالتي سوالي adaptation حلو ما عندي نفس الوج اجي اجيب الفلاوبل واصعد وين على الوج وراها اشيل التفلون اشيل الوج راح تطلع لي بهالشكل هذا مثل ما نشوفه finishing عن طريق السترب عن طريق النيدل بير وهذا اخدت الانكسري كملت الاندومالتي الحياة حلوة الملم هذا صاعد ما عندي اوبرهانج اصعد ايها الملم اللعين ايها الملم اللي قدت الله والله عندي احلى ممكن من الفلوس اللي راح يدفعها بيش اتفاعها دير يعني لا وايج كيسات تدخل بتحدي يعني انا نوبة اتذكر اجتني افر سبن يعني والله العظيم كن ساعة ونص انا بس ارفع بهذا الملي من اللعين صح والله اخير شي كملت الملي من اللعين راح البيش ثاني مرة كمنا الاندو كمنا الفلوس صح قلت لك انا اشوف الاندو بالديب مارجين السيناريو مارتي افتح الكافيتي انظف افتح الاكسس كافيتي خلي قطعة تفلون صاعد المارجين خلي تيف من صاعد المارجين انا نكمل كل شي حتى الاندو باتبار انا نكمله بالجلسة التالي نوع يصير عندك اخلاص الاندو بعد الامور طيبة يعني ما عندك مشكلة انت تحتاج ياخذ من عندك وقت يعني هاي الصورة اللي بالنص انت نكمل عنده مصعد المارجين والرابر دام هاي الكيرف الحلوة مات الرابر دام هنخدود الحلوة مالت الرابر دام اخذ اخذ خلوش فاوكي كم الاندو عادية بعد عندي مشكلة غير الماتريكس بماتريكس ثاني كونتاكت حصلت وهاي اللي تحكيلي عليها انت دكتور لطيف انتو اعرفون عندي والكونتاكت منين تبدي وين تنتهي اللي هي البروت كونتاكت والأمور كلها تمام والأمور حلوة بفور وافتر وكملنا الفيلن وكملنا الاندو والأمور كلها حلوة هنا رح نيجي على فتش اللي هو اجيب الثيرما كاتمالتي وامشي بس لازم قبل ما استخدم الثيرما كاتمالتي لازم اني مسوي فتخطوة كلش بسيطة جاي بالبروت ونظفت الكافيتي او نظفت جزء من الكافيتي واجي اقيس المسافة بين الكافيتي مارجن وبين البون انا اذا شلت الـ soft tissue هذا رح يبقى عندي soft tissue يغطيلي البون لو لا هاي رقم واحد رقم اثنين انه انا اذا شلت هذا soft tissue الامور تمام انه انا بعيد عن البيولوجيكال ويت اذا الامور تمام فا اوكي انا عن طريق انه شغلة كلش بسيطة اقيس بالبروت مرات انا اشيل soft tissue واتفاجئ انه اذا اشيل اشيل والمارجن بعده ديب وطرب الهناك ويطلع المارجن يمي البون فاني احتاج البيتون او احتاج البريابيكال البرارل قبل ما ابدأ بالشغل مالتي اي class 2 لازم تكون موجودة هذي نصيحتي للكل لانه وقعنا بمشاكل انا احكي لكم وقعت بمشاكل اتفاجأت بمشاكل 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 حق البيتون لهم بمشاكل 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 انه اللي حد لا مستخدم بايو كلير ليش هل هو غالي يعني بالنسبة لي لا اي اخر من الباشن بس حتي بس ابين لكم انه احنا ممكن نصعد المارجن ونسوي الكون بالشغلات اللي هو تور سعره كلش مناسب ف اللي حد الان بالمحاضرة كلها ما مستخدم ليزر وما مستخدم بايو كلير رغم انهما ترى أسهل هواية بهواية أسهل ليه حد هنا أدوات الفقراء عافية يعني أدوات اللي هو كلنا نقدر نستخدم يعني مثل ما عندك شير عندك بير وعدك أدوات بسيطة عمي دكتور بشار سونا محاضرة كلها نستخدم ليزر وسونا نجيب الليزر ومستخدم لي باي كلير الواحد باربعة دولار ومستخدم لي معروف شنو لا دا نستخدم شغلات متوفرة عندنا كلنا سويت الكيربيتشر مالتي سويت الكونتاكت مالتي الصح الأمور كلها تمام والحياة حلوة كلها دا نحكي هسه بالقريب 2 بعدنا وذين كلها دا نحكي خلي نشوف هاي الكيس هاي الكيس كانت طبعا هاي challenge إلي وبعدين تورطت بها هستوني مخلص كورسي من دكتور طلال وما لا أدفانس ودكتور طلال حاشي لنا على سكر وريموفل وقتابيركا وما عرف شنو فراكتشر انسترومات موجودة الفوزة الفينيرجي يعني فول فول دافع 1500 دولار جيبوا لنا لندو يلا إجدتي هاي الكيس انتي عنديش فراكتشر انسترومات عندي سكرو عندي شورد عنديش بلبوتك عندي سكروروتك كنر يعني الكورس ما الدكتور طلال كان شنو هنا موجود clinical case clinical case يلا خلي أبدي طبعا متتدم على كل يوم اشتغلت بهاي الكيس والله ندامة عمري يعني لا كيس اكون فيد كيسات يسموه كيسات التوبة وراها تعرف انه خلص وراها حبيبي انا لازم احترم التخصص اكون واحد اختصاص انتو وانا مقفر يوم ما لعلاقة هاي سوال ما لعلاقة بطلت ما لعلاقة اوكي فعيني بهيش كيسات اهي لازم انطي خطوات الpatient رح نرفع الفلنج لازم اوه شي نحاول نرفع السكرور اذا ما السوي لي vertical rotifracture والأمور تمام نكمل وراها رح حاول انه اصعد المارجن الامور تمام عن طريق الكلام عن طريق الربر دم الوجين الكذا صعدنا مارجن بالسيناريوات اللي احنا حكيناها كملت الاندو هنا ولازم يشوفون الاندو باوع هاي الاندو لازم افتدق يغتين ثلاثة يعني عوبة عوبة خلين سوال اي والله بس باوع بس باوع عدتها يطلع قتابين والله عمعاش تيدي بطلع 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 سكروم هذا بالنسبة لل سيلا رباف ولو جماعة الاندو اعتقد الزقامة ما يحبون السيلا رباف صار مو صار كخة يعني ما عرف لي سوال بالبداية كان النهار يطلع كان هذا النجاز عظيم بس لا خلي خلي هنا بلبوتك وسيكليروتك كانال باوع لطيف هنا انا شنو قمت قمت يعني يعني احترم كل واحد طبيب اندو قمت من اسمع الطبيب اندو اجابو سيدة شور والدتي يجابو سيدة طبيب اندو اندو بالقرار لان باوع انت باقي مثلا يوم كامل ساعتين وجاي فايل ستة والبيش انت فاتح حلقة وانت تباوع السماء وفايل ستة حتى انعوج فايل ستة وصليت فايل ثمانية لان انت مقوم لك كون فايلات والبيش انشي يقول لك دكتور يعني ترى اقلعه وراء هذا كله دكتور لو قال عمو اسهل لي اوه اوه زين التب يومه يجوز رحت لدكتور عثمان اخذتها بالاحبال تعال باوزك عليمي اشترت له ميكروسكوب جديد والله رزع له دكتور ما يسمعنا اشترت له ميكروسكوب جديد فكملنا وراءها عاد شنو صار هسا الامور حياة حلوة لعبتي الديجيتال طبعا مو لعبتي الديجيتال بس اني سيئ جدا بالإمبريشن وهفي ودي و لايت ودي اترى أورالسكنر حيات ومو انا اخذ دكتور عبدالله ياخذ لي اخذ لي دز المختبر المختبر يدزلك هاي الشغلات الحلوة اندو كراون حتى احافظ على ما تبقى من السيشو هنا دكتور لطيف هنا نقطة جدا مهمة اكو هاي ممكن انا اذا اقرأ اتابع بالقروبات اكو كونترافيرسيا عالساند بلاستينج المختبر الأصلية ما تديب مارجن إليفاجن يقول لك حتى اني اخلي الانداركت رستوريشن على مارجن إليفاجن لازم يكون اوش نسوي اميديا دنتين سيلنج وقبلها لازم نسوي رابر دم ايزوليشن ولازم نسوي اللي يفضل لثري ستيب بوندينج ويفضل لما اجي بالهاي ستيب لازم اسوي ساندي بلاستينج واسوي الخطوات مارتي كاملة بغض النظر عن انتو معلوماتكم احسن من عندي بس هاي اللي موجود بالارتكلز ساندي بلاستينج والخطوات مارتي تمام وهنا اريد اشوف هاي الصورة الاكس راي ما اريد اشوف صورة الكراونات حلوة ما حلوة كونتاكت اوكي اريد اشوف انه هاي ما عندي اكسس سيمنت لاني والاكسس سيمنت صراحة واحدة من الشغلات اللي متخليني اشتغل انداركت هي الاكسس سيمنت ومشاكله والحياة كانت حلوة لحد هنا الحياة حلوة صح انا بعدني اسمت تفلون سعر 1000 دينار من ابو البواري وكلام باعقمة وجيبة وربردم وثيرما كات سعر 5000 دينار يعني دكتور بشار التفلون ما اعرف من هو اول واحد دخل بمجال الاسنان بس من الشغلات اللي تنقذك فعليا يعني بيها فد ادبانتج مخيب بيها فد بنيفت انه انت ببعض الاحيان يعني هاي تسوي بي دي لي وجينج تسوي ايزوليشن ما بقت شغلة ما خلينا بيها التفلون لا باوا حسنك تلطيف انت يعني من تكمل الفيزيت الاولى ما الاندو اي افضل تخلي كوتن لو تخلي تفلون تفلون يعني كوتن رح تنزل التيف وتوقع وجيق ما شنو قل لك وقعت ومعرف شنو تيفلون فلوس التيفلون لفه على وجه التيفلون سوي بي دي لي وجينج التيفلون استغلينا اكثر من جماعة البواري والله والله صحيح هو ابو البواري بس يلفه على البوري وهاي اما احنا بكل برانج احنا استغلينا يعني كل برانج اللي يستخدم التيفلون بشغلة يعني بخصوصة من طب الأسنان يعني انا اصيح على السيستنت جوان انطيني التيفلون الطبي على وجه حتى شوية قدامني بيشت مو تيفلون بالبواري هو نفسه اقول الله هالتيفلون طبي يعني اوكي ركز لي على طبي طيب لحد هنا ديب مارجن إليفيجن حتى اسويها لازم عندي شروط هاي الشروط تكون رقم واحد انه انا اندى الربر دام رقم اثنين انه انا اقدر اسوي للمارجن واسوي للماتريكس مالتي بصورة صحيحة بالماتريكس او الماتريكس موديفكيشن او اللي حتيناها بريوجين ولكذا يعني المهم انه انا اقدر اخلي على مارجن انا عازدة بصورة صحيحة ولازم ما عندي للبيولوجيكال يعني الباند مالتي موطاخ بالباند اذا وحدة من هاي الشغلات مو موجودة صعبة يعني ممكن انا فقط انه ما اقدر اسوي ايزوليشن صح ما اقدر اقعد الباند صح فبيتشي حالة راح اضطر انه اروح على السيرجيكال كراون لنكثنينج واللي راح يقول لي انه كل الكيس اقدر اشتغلها بدون سيرجيكال كراون لنكثنينج اقول له شوية راجع حساباتك لانه مشتغل كل شوية حتى ارتب هاي المحاضرة بقيت فترة تقريبا سنة او ستة شروع ان اشتغل ديب مارجن واشتغلت كل السيناريو يعني اكو تيجي ما اقول لك هواية بس تيجي هواية اللي هو السيرجيكال كراون لنكثني اشوفك هاي الكيس الكيس مالتي فيتي حالة عادة ان شن سوي احنا اجيب الثيرما كات او الليزر وقص الجنجيفة طلع المارجن اوكي باع تفلون تفلون فلوس اجيب هاي مالتك صعدي الكور انا مخلي وجات واوكي وبعدين سوي برب واندوك وعفو يعني اوفرلي والامور الحياة كلها حلوة وراح المراجع شغل اكسبتت انا مو كلش قوي بالانداركت صراحة اميديا تباوعلي ورا ستو شور شنو ايجاك ايجاك هاي الانتردنت البابيلي منفوخة تاخذ اكس راي ماكو اكسس سيمنت المشكلة اوين هنا مشكلة هنا او انفاجين للبيولوجيكال واذا شوف ما عندي اكسس سيمنت لكن المارجن تقريبا طاخ بالبون هنا او اذا ما طاخ بالبون فهو بنص الكونكتف تشيو لذلك يصير عندي يعني راح اضطر انه اروح شنو اذا نشوف هنا الكيس واضحة عندي من كل الجهات اعني ما اخذلها صور ليه بيالي بليت يضي عندي انفاجين للبيولوجيكال والليها الانتردنت البابيلي منفوخة والبيتنت كانت مشكلتها مني جاني عاشت ايدك كل شي تمام بس كل ما افرج يطلع دم كل ما استخدم الانتردنت البرش اللي انت قلت يستخدمها يطلع دم ففيتي حالة اني عندي بايولوجيكال ويتس انفاجين لازمك بالخيطة هنا هوا ايه والله ايه يعني صورتش قلت استخدم خيط الوتر فلوس ايش بيه باوع انا بس يعني سويت ووتر فلوس خاص بيه لا تستخدم ايه اسرع عاق دكتور يكمل كمل دكتور فقل لي الدنتل فلوس يقطع ويجرح اللثة والانتردنت البرش غالية فاستخدم الوتر فلوس فاني ايش يضامن حتى اذا عندي اوفرهانج عندي اوبن مارجين لحياة ايش ما يدري اوكي ما يدري يعني فباتي حالي راح اروح على يسمو السيرجيكال اسلحتي هنا ما عندي هواية اسلحة عندي بلادي عندي انت كات بير وعندي فاتش يسمو شوغرمان انتردنتل بون فايل او سمو شوغرمان بون فايل او انتردنتل بون فايل لانو مرات الكونتاكت كلش ضيقة ما اقدر استخدم انت كات حتى اشيل البون خلي شوف هاي الكيس حولي اياها دكتور حسين طبعا كلش اشكر الدكتور حسين لان شايف الاكس راي قبل ما يحول لي اياها دكتور راح احتاج عملية هنا يابا ليش بالله شو ده الانتردنتل بابل اللي لما نجيب اكثر ما كات هذا ونقصها شون تطلع لوز باوه على الاكس راي المارجن وين صايره جوه البون فالطبيبي اللي حولي دكتور حسين الشمع من حولي الكيس قال والله ده اشوف انه المارجن كأنه ما جوه البون فعلا اي فعلا بيجي حالة اجي شا سوي اقصت الانتردنتل بابل اللي مالتي ارفع حميتي معززة مكرمة اجيب الانت كات بير مالي سوتر اسوي ريفليكشن واجيب الانت كات بير الانت كات بير واجي اقص البون مالتي اسوي سموثنين المارجن مالتي تكون يعني مو اجي اسوي بس حفرة كأنما سويت بيرتكال بون لوس لا اجي بيجي حالة علي اجي اسوي سموثنين للمارجن لذلك اراح افتح شوية ميج ياضي شوية باستريفة سن او نص سن حتى اقدر خلينا نقول احنا بالعامية اقول اموتها للمارجن مالتي البون وما يصير كأنما عندي تدفقت الامور تمام وهاي تانية الافتر لما نشلنا البون يعني دكتور اتب هاي الحالة اشلت الكريست مالت البون كلها تقريبا حتى الاجيسة تنزل البون مالتها بوع دكتور انا اقف اشي يسمو البوزيتف بون اركيتكتور يعني شنو او على الاقل يسمو الستريت او الفلات بون اركيتكتور يعني احنا شايفنا ما نسوي بالفنيشنج لاين بروكزيمالي ش يصير بالفنيشنج لاين يصعد صح؟ بعدين يصعد بروكزيمالي بعدين بلات ينزل البون مالتي لازم هيك يكون احاول بالديب مارجن على الاقل لازم شي يكون كون فلات اذا خليتها من جهة واحدة بس اذا انا شلت بس من جهة الديب مارجن اش هيصير عندي حفرة ش نسميها بالبرون نسميها vertical bone loss اللي هو مشكلة لازم اعارجها فاني من سويت هاي الحفرة لازم اجي لابيالي واعدل البون واجي بلاتيالي واعدل البون واجي بروكزيمالي واعدل البون فراح اططر اشيل البون شوية لابيالي شوية بلاتيالي والبروكزيمالي رح اططر انه اشيل البون يعني انا من اشيل البون مو اجي بسكيلر واسوي حفرة adjacent to the cervical margin واقعد البند فيها لا راح اجي اشيل البون كله لانو اذا سويت هاي الحفرة بالبير او بالسكيلر وقعدت البند واخدت صورة انو البند مالتي اوكي بس انا سويت vertical bone loss سويت defect بالبرون احنا نعالجه واضح ان شاء الله هاي النقطة هاي كل شوية عاشت ايدك بفور وافتر وورا 16 شهر درزي دكتور حسين الصور انتردنتل بابيلي الحمدلله بمكانها لانو انا رجعتها نفسها انا مقصيتها الانتردنتل بابيلي مشلته انا رفعتها معززة كان مكرمة ورجعت خياطتها هاي الكيس حوليها دكتور احمد الجاف تحياتي الى نفس الحالة كان شايف الاكسراي وقال دكتور والله انا حاولت انو النظف كان طرعي الاكسراي كان بها GIC او كان كان قال انو خلص وصلت للبون فاني كل شي ما قصيت لانو يعني ده احس انو انا قريبة من البون عاشت ايدك والله فده نشوفه هنا شو سوينا فتحنا في لاب هو ال 6 ال 7 احنا included in the flap ال 5 included in the flap رفلكشن عن طريق وجيت هنا عن طريق ولكنتاكت مالتي اللي هي كلش ضيقة ما رح يدخل بيها الانتكت بير اجيب هذا اللي سموه شوكرمان بون فايل واجي اسوي فايلينج للبون واجي اسوي سموثنينج للبون مالتي هاي كي حالة افتحت انا فلاب اوكي الامور طيبة شو سوي اجيب الربر دم مالتي واقعد الكلام انا فاتح في لاب واقعد الربر دم والسوفتشو بعيد عني احنا اتذكر قلنا بالبداية شنو العائق مالتي شو سوفتشو فاني فاتح في لاب اجي اخلي الربر دم واجي اقعد الكلام مالتي اقعد الماتريكس باي طريقة من الطرق اللي كانت واجي اصعد المارجن هذا هنا انا فاتح في لاب ثانية صعدت المارجن وراها ارفع الربر دم ارفع كل شي خيط وحولها للطبيب بيتي حالة انا متأكد زيان بكتور سؤال انت بيتي حالة انو تخلي فلاب مفتوح وتخلي رابر دم يعني انت ممكن بيتي كيس راح تطول لك قل اقل شي فتساعة انت عندك ثلاثة سنانة انا وسنقول اربعين دقيقة بليدن خلال هالفترة او البيتشين انت شو راح يتحمل يعني بليدن ما راح يكون كمية كبيرة من عنده راح طلع لا دكتور ابدا لا توقع تركو يعني يكون كل شي بليدن خلال هالفتحته انت فلاب افتحته راح يسعدك اوزي ما عندك ذاك انا راقم واحد النقطة اللي انت كلش عاشتك عليه انو انا اذا اطول مثل ما قلت انا ساعة عفو ساعة او ساعتين يحتاج انو كل فترة شوية بس انو ارفع الربر دم واسوي الادابتشن للفلاب ما اخلي الفلاب ماتي مطوي لانو اذا بقيتها مطوي ممكن اكو بلد فيزلز راح تنسد صر بيها كلوت بس لا الامور طيبة والامور تمام وانت بخلي الربر دم واسكر وجو الربر دم وماكو اي مشكلة ما عندك مشكلة تحول الكيس هيكي للطبيب مالتك تخلي الى تي اف وحول الهي وهو يكمل الشغل مرات انا احتاج لي مو بس انو حتى اصعد المارجن حتى اصعد المارجن وحتى احصل على فرل مثل هاي الكيس هاي الكيس تحولت لي فاني بيتي حالة لازم شنو اسوي لازم اضمن انو انا عندي كلين كلين توث ستركتشر فاني رفعت السكروات هنا رفعت الامور قبل قديمة نظفت انا المارجن لانو لازم اسوي لازم اسوي الكراون لنقمال 8 من كلين توث ستركتشر اذا اشتغلت على هذا الكاريز اللي موجودة هنا وراح يرجع الطبيب بعدين ينظف ما سوينا شيء ممكن يرجع يصير قريب من البون فلازم انظفه عن طريق البرو دنتل بروب اقيس المسافة ماتيماتي البيولوجيكال وهنا اريد انبه على فالشغلة انو لازم تكون المسافة من البون لحد كلين توث ستركتشر تكون 5 مليمتر لما الان اريد احصل فرل ماتيماتي رقم واحد 1 مليمتر رقم اثنين او ثاني جنكشنال ابيثيليام اللي هو البيولوجيكال مع 2 مليمتر قد بقت بقت ثلاثة مليمتر الثالث اللي هو السلكس 2 مليمتر اللي هي شنو اللي هي اللي هو المنمم فورفرال افكت حتى ان يقدر ريشي كيس حتى احصل على الريزيستنس والريتينشن مالتي الانداركت رستوريشن مالتي واذا اريد فرل اكثر فراح اسوي المسافة من البون للتوث ستركتشر 6 مليمتر ولازم انتبه على شغلة اللي هو روت كراون رايشيو لعني موجي اقصص اربعة خمسة ستة من البون واني مما اخذ اكسري وقايس الروت كراون رايشيو اللي هي تكون على الاقل 1 1 2 اوكي رغم انه هاني ابو بريو ورغم انه هاي خوبستي وعيشتي لكن اقول انه الكراون lengthening should be the second choice لأسباب اول شيء 1 2 2 3 3 9 10 9 10 10 11 12 12 13 14 15 15 10 15 20 21 22 22 23 23 23 24 دائماً أبداً The Crowling feeling هو The second choice طيب دكتور أنت قلت لنا أنه biological width هو junctional epithelium وكل native tissue وأنت تقول بالسيناريو الثاني بgrade 2 أنه لما أنت موجود بال junctional epithelium أنت أوكي إيشتغل شنو هالتناقض هذا راح أقول لك biological width هو عبارة عن junctional epithelium وكل native tissue صح؟ نعم شون نقيسه عن طريق بالبروكزيما عن طريق البرويدنتل وبروب وعن طريق الإكسري حلو؟ راح أقول لك يا بترى junctional epithelium أو العفو الconnective tissue يسموه selective tissue about surface شون يعني؟ يعني هو كلش إنسان مزاجي هو يريد cementum من جهة ويريد bone من جهة أوكي؟ فلما أنا أجي وخليت الفيلنج مالتي على الconnective tissue ما راح أتوقع راح يصير عندي يرجع كل شي طبيعي البيولوجي كل مالتي راح يتغير فالconnective tissue يعني في هاي الحالة بكتور انه لازم الrestaurative مالتي تقعد على epithelium ممكن لا لا خلي أصغل كيها بشكل ثاني لازم connective tissue ما يقعد على restoration لازم يقعد على bone من جهة و cementum من جهة هذا الconnective tissue selective لذلك قلنا لما نوصل للconnective tissue لازم شنو أسوي هنا على crown lengthening هذا الconnective tissue أنزله أقص bone وأرجع أقعد على cementum وعلى bone ثاني 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 احنا نقدر نقول انه دائما إذا عندك soft tissue لازم تحافظ أقل شي أنت عندك ثاني ثاني تمام لازم أبقي ثاني ثاني حالة ابتعدت عن جماعة المتعصبين اللي يقلو لك ثلاثة وابتعدت عن جماعة اللي يقلو لك خلي الحشوة كونوا أمتا وسطة أدارد ابعد عن الconnective tissue يا بترا selective tissue يريد بينما البثليام لا هي لا هي حبابة فقيرة مسكينة دائما نقولهم شايف الابن الوسط اللي بالعائلة اللي هو الملابس اللي تصغر عالك يلبسه ولما تشتري ملابس صغير وتطلع عالك يلبسه البثليام أقصى أقصى مطالبها إنه تريد smooth clean surface ومنها شغلة هذا smooth هو composite هو سيراميك هو tooth تقولك عالي أريد surface حلو أريد مخدم وذوش أقنام بها فلذلك لما أنا بالـ deep margin إيج دا أحول دكتور لاطيف دا أحول الديرتي tooth structure اللي هي ممكن تكون كيريز ممكن تكون أكو بقايا أكل ممكن تكون بلاك قاعد أحولها شنو؟ قاعد أحولها well polished composite صح؟ اللي هو المارجين وان مارجين اللي رفعناها اللي هو دائما نقول الباند مالتي هو كلش فلما نخلي المارجين الصح حتى هو كلش صح؟ فلذلك ممكن نامو داخل البسيطة إنه يقولك دائما ضبط الصيل مالتك على مدلة تحتاج بعديا التطولش بستريب فممكن تسوي بها رفنس حتى لو إنه قد رح تسوي بولشنج لهاي المنطقة فما تضمن مية بالمية إنه أنت مسوي فول polish أو smooth surface لذلك وحدة بميزات باي كلير إنه هو proximal surface وقل لك ليفت without touch صح؟ مثل ما قلت أنت يطلع كلش يعني المارجين والأمور كلها تمام فهاني هنا بالمارجين إليفاجين حولت اللي هو المارجين اللي هو كله واللي هو مستحير رح يصير بيها حولتها شنو؟ حولتها بولش سيرفس ولذلك نظاماً إنه رح يصير بيها ورح يرجى عندي بيولوجي بيولوجي إذن بالنهاية نحب نقول إنه أكو دائماً تمر بينا بات سيشواشنز بالعيادة هاي البات سيشواشنز دي مارجين مراجع بره ينقنق الاستعلامات كل شوي يجوك اتأخرت أنا أريد أكمل ماردن تتو فيزت للبيشينت أريد أخذ الفلوس مارتي كامل في فيزت وحدة أوكي ممكن ما أستخدم هاي الربر هاي البات سيشواشن رح تخليني أطلع أشياء سيئة بداخلي شنو هاي الأشياء السيئة؟ ما أستخدم رابر دم أقصها أوصل للبون أخلي أوفر أخذ إكسري وطلعة تأدي أوب المارجين الأمور تمام لذلك دائماً أبداً بالديب مارجين لازم أنو احنا نشتغل عند الربر دم لازم عندي كلين كلير سيرفايكل مارجين أشوفه هياته ما بيه كيريز أقدر أخلي الباند ويصير عندي أدابتيشن بأي طريقة من الطرق وأنه قدر الإمكان أنه الرسكتف بون سيرجري أو الكراون لينكثنين هو السيكند تشويز ولازم نسوي البيولوجيكال ويت حتى نختصر أنا عندي ثلاث سيناريو مارجين جفال ما عندي أي مشاكل فلنق عادية كلكم أحسن مني بها السيناريو الثاني كان بعدنا إحنا أنا استخدمت soft tissue ablation أو retraction استخدمت تفلون استخدمت ماتركس سيستم معين استخدمت كلاب معين رابر دم معين قدرت عن طريقة أنه أبعد وأشوفه للمارجين وأقدر أنه أعزله ولا والله أنا وصلت بالconnective tissue أنا لازم بحي شي حالة أفتح الأب وأسوي surgical crown lengthening وأصور ها هي ها هي عشتيدك دكتور يعني ممكن الملاحظات اللي سجلتها وفتيش كم نقطة حلوة على الموضوع مالتك أنه عندنا ثلاث situation إنه أول شيء إذا كانت الكيس super gingive ما نحتاج أي شيء بس نخلي رابر دم ونخلي الباند ما اسمه مالتنا أما إذا كانت بالبازمات السلكس أو بالابيثيليا ممكن نحتاج نستخدم الثيرمو كات ونعدل المنطة الجنجفة ونحتاج ممكن أدوات بسيطة إنه ممكن الإكلام هو اللي راح يتفعلي الجنجفة وإذا أحتاجيت وصار عندي soft shoe ما أخذ الجزء من الكابيتي ممكن أسوي لك وزيشن النقطة الثالثة إذا كان قريب المارجن مارت الكابيتي ما تلي قوي البون أو أقل من مليم يعني قلنا إحنا ذا مليم أوكي نحافظ عليه بس إذا أقل من مليم لا نروح نفتح في لاب ونخلص من مشاكل ممكن راح تفشلنا على المستقبل اللي هي الأوبرهانج الجنجفايتس البريودانتايتس والبوروزيشن والشغلة الأخرى اللي حتشينا عليها قلنا إنه ماكو عذر إنه من يستخدم الربردام وفي كل كيس لأنه إحنا عندنا كل الأدوات وهي تكون سيمبل يعني ما مفت شي مكلف على ما نتحجج بيه يعني سوان دكتور راطيفة سمتاخل هنا أنا بعض الأحيان الربردام ممكن إنه يعني أستخدم سكشن الربردام يعني ممكن منطقة ديب يعني كل الصعبة أقعد بيها فممكن إنه أفتحها صح؟ وأسوي إزوليشن بالتفنوم أو ثانية بظة بطاعة شي سموها سيبلي دامو أو بظة بطيط شنسويه فممكن إنه فبس على الأقل إنه عازل السلايفة عازل النفس مع تلبيشنت لأنه هاي من اللي مصعدت أنا هو يعني هي الروح هي البداية الصحيحة للنس بظة بطيط الأساس عاشت إيدك دكتور وإيدك حبيب كل شعبناك وما شاء الله عندنا ستميت كومنت خلنشوف ممكن نشوف الأسئلة مالاتهم حاضر يعني من المحاضرات اللي يعني كلش مش شوقلها واستفادت منها هواي يعني أنا معلومة ما إنه إحنا ممكن نبقي وان من ليم نكون لين كونكتف تشو تحتاج بون و سمنت يعني ما أول مرة أسمحها وشبك لواي شغلات ثانية بس هاي معلومة كلش مهمة يعني عندي عشوالف بريو حبيبي ما نبطيها عشوالفني والله عمي سوالفكم كلش حلوة لأنه هم أي اللي يتميز بين الطبيب والتكنيشن لا أشوف دكتور لطيفة كفة الشغلة يعني إحنا دائما أوكي نقول التخصص والتخصص وتخصص بمجال لكن اكتق دكتور لما تكون أنت عندك معلومات عن كل التخصصات رح يكون شغلك يختلف أنا أوكي يعني خلي أتعلم كل شي وخلي أتخصص بشغلة معينة يعني هؤية من أطباء البريو ممكن إحنا قاريها بالكتب يقول لك الجنكشن البريو ممكن إحنا قاريها بالكتب البريو لكن من أجي أطبقها أنا على الحياة ماتي بطب الأسنان أين هي هنا؟ تقول لها بابا أنت هاي ما موجودة بالكتب بابا أنت تقول لك موجودة زيان شن مقصد باللومات الصفحة الجنكشن البريو الصفحة الجنكشن البريو رح يصير بها تأتي مرتهجة مازل تأتي تأتي المرتهجة وخليه لازم على بون وعلى سمنتم بس الجمشينا بالثليم ما عندنا مشكلة بها عاشت ايدك دكتور تعبناك وصارنا تقريبا ساعة وثلث انه احنا نجي والله كلش استمتعت الشباب يريدون نكون كلنا بالشاشة وناخذ الصورة احنا الكل اجي اهمكم لا انت بقى مكانك احنا نارا احنا نجي بجون لا بقيم اكو بقيم اكو بقيم اكو بقيم اكو اعلمنا اي صالح انك افتافك اي لا اروبك اي ن indent اي لا انا موقع بالشاشة وانه اوقع الليكم لا تلك هو اي صالح انا謝謝 اللي اقبت يا اعم Quebec surge هناك 150 اشتركوا في القناة خادم حبيبي دكتور خادماني حاضر وممنونين منك تعبنك وشكرا نعمو على راسي على راسي شرفت فيكم وكلكم